اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية في جنيف اليوم مع معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة عقد اجتماع الدور الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار ما يربط بينهما من علاقات أخوية تاريخية وطيدة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم الدائم والتعاون الوثيق وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الوطن العربي كما تدارس الجانبان الأوضاع والظروف الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة والجهود الدولية الرمية إلى وقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم المساعي الهدفة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي موسيقى